السلام عليكم يا رابع حكينا في الحصة الماضية عن قوة الاحتكاك وحكينا هي القوة التي تنشأ عندما يتلامس جسمين أحدهما يكون متحرك طبعا وحكينا أنه قوة الاحتكاك إلها فوائد وإلها مضار من فوائدها إنها ما بتمنع الانزلاقات تخلي السيارة تمشي عادي على الشارع وبالمقابل بتعيق حركة الأجسام وحكينا يا رابع بأنه قوة الاحتكاك دائما بتأثر في عكس اتجاه حركة الجسم يعني إذا جسم رايح ناحية اليمين حكينا قوة الاحتكاك بتأثر بالعكس اللي هي باليسار وهلأ راح نشوف بحل أسئلة كتاب التمارين صفحة أربعين مع بعض خلينا نشوفها بنا نحكي عنها نحل السؤال الأول بحكي لنا ارسم سهم أحمر تبين اتجاه حركة كل جسم وسهم أزرق تبين اتجاه قوة الاحتكاك هذا الشخص بمشي الآن بالشارع حركته زي ما انتوا شايفين اتجاه وجهوين هاي حركته رسمناها لليمين باللون الأحمر بينما قوة الاحتكاك اتفقنا لها بعكس حركة جسمه يعني بالاتجاه المعاكس زي ما انتوا شايفين رسمناها باللون الأزرق إذن هيك اتجاه حركته وهيك اتجاه قوة الاحتكاك نيجي للبينة هاي اللي بتلعب طبعا على الهاد بتتحرك في العجال هاي على الشارع فيه اكيد قوة احتكاك وإلا كان ما ادرت انها تمشي فيها فكيف بدها تأثر البينة رايحة بهذا الاتجاه قوة الاحتكاك العكس دائما شوفوا قوة الاحتكاك بهذا الاتجاه خلينا نشوف القطار هنا مع بعض أيضا في قوة احتكاك أي جسمين بتلامسوا فيهم جسم بتحرك إذن فيه قوة احتكاك لو طلعنا عليه هاي اتجاه سيرو زي ما انتوا شايفين للأمام وقوة الاحتكاك بعكس اتجاهه بهذا الشكل فخلينا نشوف الفراغات شوي مع بعض خلينا نشوف الفراغات تعمل قوة الاحتكاك المؤثرة في جسم ما في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة اتجاه معاكس لذا فإنها تجعل الجسم ماله بطيء أكيد بدها تبطئ حركة الجسم إذن زلق الجسم على سطح ما فهذا يعني أن السطح أملس أو أن قوة الاحتكاك قليلة الآن بما أنه جسم يا رابع بتحرك فإذن فيه قوة احتكاك لكن دائما في الأجسام الملسأ بتكون أخف فهون زلق يعني الزحلة فالسبب أنه بيكون إيش السطح ماله أملس فيه قوة احتكاك ولكنها قليلة مقارنة بالسطح على الخشن وهون عنا يا رابع بدهم مثالين من حياتنا لرسم قوة الاحتكاك مثلا أنا هون رسمت لكم سيارة وبتمشي بالشارع هاي اتجاه حركتها وهاي اتجاه قوة الاحتكاك نأخذ رسمي تاني مثلا لو فيه سطح أو أرض أو طاولة خشنة وحطينا عليها كرتونة والآن أنا جيت أحركها حركتها بهذا الاتجاه قوة الاحتكاك بدها تكون بالاتجاه المعاكس اللي هو بهذا الاتجاه اليوم يا رابع بدنا نبدأ شوي بدرس قوة التلامس نبدأ فيه بتعريفه والأشياء المهمة فيه قوة التلامس يا رابع يعني القوة التي تظهر حين يتلامس جسمان قوة اللي بتظهر لما يتلامسوا جسمين مع بعض بسميها قوة التلامس إذن قوة التلامس هي القوة التي تظهر إذا تلامس جسمين فمثلا لو عنا إحنا هذا جسم هل الآن هي بتتحرك أو فيه قوة بيني وبينها لا لكن بمجرد ما أنا لمستها شوفه ظهرت على جسم تحركت فإذن هاي هي قوة التلامس مثال عليها يا رابع أيضا بحياتنا طبيعية بحياتنا اليومية قوة دفع الرياح الآن لما تكون الرياح كتير قوي وإنت تمشي بتحس إنه فيه شيء بتفش فيك بتفع فيك خصوصا أنتو لأنه لسه صغار وجسمكم صغير أيضا قوة دفع الماء قوة الاحتكاك هاي كليات هي مسقوة تلامس يعني ما بتنشأ إلا إذا تلامس الجسم لو طلعنا على صور في عنا بالكتاب زي هون هدول المراوح الرياح بتحركها وبولدوا منها بستفيدوا من هاي الطاقة للكهرباء وما إلى ذلك لكن شايفين هاي المراوح بتتحرك إذا الرياح لمست بالمراوح تبعتها هون مثلا عنا قارب أو سفينة أيضا ما بمشي إلا إذا قوة الرياح دفشت وأيضا قوة التلامس بينه وبين الماء أمواج الماء برضو بتتفشه هون مثلا عنا الشلالات عنا هون أيضا قوة تلامس الماء فإذا قوة الرياح وقوة دفع الماء وقوة الاحتكاك هاي كل ياتها يا ميس مثال على قوة التلامس عنا أسئلة رح نحل الحصة الجاي إن شاء الله سؤال الأول فراغية قوة تظهر حين يتلامس جسمان بتحلهم سهلة حكناها قبل شوي رقم اثنين اذكر أمثل على قوة التلامس هاي هم يا ميس فإذا قوة التلامس قوة تظهر حين يتلامس جسمان وأمثل عليها قوة دفع الرياح وقوة دفع الماء وقوة الاحتكاك ادرسوا التلخيص كويس ويعطيكم العافية